نص القراءة بعنوان المستشفيات عند العرب نريد أن نقرأ هذا النص ونقوم بالقراءة التحليلية التفسيرية إذن هنا الفكرة العامة من هذا النص هو عن ماذا يتحدث يتحدث عن أن العناية بصحة الإنسان هي مظهر من مظاهر تقدم الحضارات ويتحدث أيضا عن كيف أولت الحضارة الإسلامية القديمة الاهتمام بالمرضى ومن بناء المستشفيات وأيضا تعيين الأطباء الماهرين وأيضا هنا الحرص على متابعة المرضى دائما الاهتمام بمرضى بالكبار السن وأيضا الاهتمام بمن ذهب عقله وأيضا يتعرف أيضا عن طرق صرف الأدوية كيف كانت مجانية أم كانت غير ذلك وأيضا تتحدث عن أنواع المستشفيات وتتحدث أيضا تحديدا عن المستشفيات الحربية هذا كله أعزائي سوف نتعرف عليه بعد قراءتنا لهذا النص أما هذا النص من ماذا أخذ؟ أخذ من كتاب اسمه دور العرب والمسلمين في العلوم العصبية لمؤلفه أشرف الكردي من هو أشرف الكردي؟ هو طبيب أردني ولد عام 1937 وتوفي عام 2012 عمل في الخدمات الطبية الملكية في قسم الأعصاب والدماغ كان أستاذا للعلوم العصبية في الجامعة الأردنية ووزيرا للصحة وعضوا في مجلس الأعيان أعزائي نريد أن نقوم بقراءة الفقرة الأولى ثم نبدأ بالقراءة التحليلية التفسيرية عنوان درسنا هو المستشفيات عند العرب كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ مستشفى عند العربي في القرن الأول الهجري وجعل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق ورعى المكفوفين والمجذومين فجعل للمجذومين مكانا خاصا بهم وأجرى عليهم وعلى المكفوفين الأرزاق وجعل لكل مقعد خادما ولكل ضرير قائدا إذن لو سألتكم هنا من أول خليفة أنشأ مستشفى عند العرب ستقول لي هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك متى كان ذلك؟ كان ذلك في القرن الأول الهجري ما هي الإنجازات التي جعلها هذا الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك لخدمة هؤلاء المرضى أنه جعل في هذه المستشفيات الأطباء وأيضا جعل لهؤلاء الأطباء أرزاقا بمعنى رواتب وأيضا رعى المكفوفين والمجذومين وأيضا هنا جعل للمجذومين مكانا خاصا لماذا؟ لأن مرض الجذام هو من الأمراض المعدية وأيضا هنا وأجرى عليهم وعلى المكفوفين الأرزاق أنه جعل لمرض الجذام والمكفوفين لمن كف بصره بمعنى أنه فقد بصره جعل لهم الرواتب وأيضا هنا جعل لكل مقعد لا يستطيع أن يتحرك جعل له خادما وجعل أيضا لكل قائد ضرير قائدا قائد بمعنى دليل يدله على الطريق إذن أعزائي هنا لو سألتكم ما الفكرة التي تحدثت عنها هذه الفكرة الأولى تحدثت على دور الملك أو الخليفة الخليفة الملك بن مروان في بناء المستشفيات عند العرب ما معنى جعل فيه الأطباء؟ جعل بمعنى عينة وأيضا أجرى بمعنى أدامة أجرى عليهم الأرزاق بمعنى أنه جعل الرواتب دائمة الأرزاق بمعنى الأجر أو الراتب المكفوفين هو جمع مكفوف وهو الشخص الذي لا يرى أما الضرير هو أيضا الضرير والمكفوف لاحظ نفس المعنى إذن هنا ترادف بين كلمتين المكفوفين والضرير هنا ترادف الضرير أيضا هو الشخص الذي لا يرى ما معنى مقعد؟ مقعد بمعنى لا يستطيع التحرك أو المشي نتعرف على بعض القضايا اللغوية كان الخليفة الأموي أولى أو لاحظ هنا كان فعله الماضي الناقص والخليفة هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة لاحظ هنا الوليد بن عبد الملك من هو الوليد بن عبد الملك هو نفسه الخليفة الأموي ومن هو الخليفة الأموي هو نفسه الوليد بن عبد الملك إذن هنا تعرب الوليد بن عبد الملك الوليد هنا تعرب بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة والبدل من التوابع يتبع إشارة ما قبله الآن هنا أول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة طبعا هنا بين إذا وقعت بين علامين أيضا هنا تعرب بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والملكي مضاف إلى مجدور